سوستاري ما شاء الله يعني مسيرة مهنية ولا أروع ومشوار أهلاوي كبير أو وش الساعد في كتير من البطولات والمباريات الكبيرة المهمة أشكر حيك طبعا يعني وش الساعد ده جمهور الأهلي ولعيبة الأهلي والإشراف عكورة كلهم يعني إن شاء الله طبعا تفضلا منهم يعني لا لا ده إحساسا منهم بقيمة الشخص بجد واللي يعني نعرف الناس أكتر على سوستاري أنديل يعني أنا عدو في النادي الأهلي أكتر من 20 سنة يعني حوالي 25 سنة تقريبا على مدار تاريخي في النادي الأهلي كنت عدو في رجل تنمية الموارد وشاركت في كثير من الأحداث مع يعني أنت حتى بره الارتباط بمجلس إدارة أنت ناشط في اللجان والنشاطات المختلفة فيه أه الحمد لله يعني من قام كابتن صالح سليم وكابتن حسن الحمدي في دوراته المتعددة وكاد فترة يعني من أزهر فترة دي مراحل الكأهيل بقى آه بالضبط كده يعني وطبعا فترة كابتن خطيب وكاد خطيب كان برضو متواجد على مدار الفترات دي في المجال السابق آه فالحمد لله احتكاك مباشر بمدرسة النادي الأهلي مدرسة النادي الأهلي بكل ما تعنيها من كلمة يعني أسلوب العمل في النادي الأهلي طريقة التعامل كعيد ومجلس إدارة أو أي حد منتسب للنادي الأهلي لها طبيعة مختلفة بتتسم دايما وكأنك عامل كود عمل أخلاقي بيحكم المؤسسة دي فالحمد لله يعني الواحد تشرب الكلام ده من احتكاكه بكل عظماء النادي الأهلي وتعلمت فيها برضو ان الحمد لله ان مش شرط تبعه مجلس دارة يعني كثير من عظماء النادي الأهلي ومن الرموز ومن الناس اللي خدموه كانوا برا مجلس دارة النادي الأهلي كوان بيزهدوا كمان هما يظهروا في الصورة فدي طبيعة النادي الأهلي ولو تفتكر حكا يعني من تاريخ إنشاء النادي عمر بيلوطفي كان صاحب الفكرة ومع ذلك أصار ان ميتشل أنس يرأس أول مجلس للنادي الأهلي لهو الإثار ومن اللي هيخدم النادي الأهلي هذه اللي قائم عليها النادي الأهلي من اللي هيكون لإضافة في حاجات معينة كدور مجلس الإدارة لكن الإضافات موجودة كعدو نادي الأهلي أو كمحب للنادي الأهلي على مدار التاريخ خيام ناس أسهموا وأضافوا للنادي الأهلي وهم مش عضم مجلس دارة ولكن ضرورة مجلس الإدارة اللي هو بيكون حد له من الخبرات معينة أو شايف رئيس النادي أو رئيس القايمة وقت الانتخابات أنه هو هيضيف للنادي الأهلي في مجالات معينة ده كلام مهم جدا لأنه حتى العطاء برى المجلس ربما يكون عندك فرصة فيه أكتر والفرصة متاحة ومفتوحة أكتر من الارتباط بعلاقة المجلس نفسها أو حضرتك دي حاجة وده يعني دي لها طبيعة أنك هتخدم بها جامد قوي وده لها طبيعة برضه هتخدم بها جامد جدا حسن البروفايل أو الشخصية اللي هي مرشحة للمكان سواء بره أو جوه في عطائه هييفيد إزاي؟ يعني ممكن يكون إفادتوا جوه المجلس هي أفضل لحاجات معينة ملفات طبيعتها بتسند لأدو مجلس إدارة وممكن يكون بعض الرموز أو الأشخاص أو زملائنا يعني على مدار النادي وأخواتنا من أعضاء النادي نكون من عطائهم أكبر بعيد عن البروتوكول اللي بيحكمهم مجلس الإدارة إنها في مجلس إدارة له لوائح وفيه قانون حاجات كتيرة يعني ما يستطيع أن في النهاية النادي الأهلي هو ملعام يعني بيحكموا لايحة مالية للوزارة لازم يتصق دائما مع لوائح الفيفا والاتحاد الإفريقي واتحاد كرة القدم والجهات الإدارية فليها منظومة برضو كعيد مجلس دارة في الاتصاق مع الكلام دالي ده شيء كويس جدا